خمس اهداف كاملة وثلاثة منها لللاعب المتعلق تاج بن سولى القلب الهجوم القوي لامضى ثلاثة اهداف كاملة بالمغرب حقيقة كان لقاء ممتاز المنتخب الوطني الجزائري امام الفريق المغربي اول هدف كما قلت من تاج بن سولى وكانت هذا على التصفيات العاب الولمبية لسنة 1980 شوف العصاد والكوراس تفضل تفضل سي عبدالجي تخلو في الميكرو والله تشوف عندما تشوف اللعبين هادما يعني في حصرة لانه ما حافظناش ما عملناش مثل ما تقول نتايا لاروليف لانه هاد اللعبين ممكن لحد الان يقدروا يأطروا يأطروا الشباب لكن ما بيدنا حين لانه الموضوع التكوين يعتبر انفولي تريلور وحتى الهدف هدف المدخل المغربي كان عن طريق ضرب الجزاء فقط وليس كهجمة منسقة مثل ما كان عليه الحال كان السرباح هنا مقدرش يمسك الكرة لكن السرباح يبقى من اكبر الحراس في الجزائر شوفها للطاقم الفني وكذلك الجيل الذهبي للكرة الجزائرية تجد الان كذلك جيل اخر قوي والتاج بسولاري قلت تتلق كتير كتير في المباراة هذه نحن دائما أخي ما أحرز الأجوام هذه تختلف عن الأجواء لأنه ممكن مباراة هذه الجزائر ضد المغرب يوم سبع وقملي ردوان أيضا كان من اللعبين أيام من جمان هذا ما يعتبره ديسامبول الكرة الجزائرية رموز الكرة الجزائرية اللي يبقوا ما يموتوا خاصة وأن هذا الانتصاق كان بالمغرب بالمغرب رحي نتيجة كبيرة عنده طعم خاص نتيجة في تاريخ المواجهات بين الفريقين لكن مباراة لكن مباراة سبع وعشرين ممكن تتلعب على جزئيات أخ محرز فعلا الهدف الخامس والأخير صالح عصاد اللعب الممتاز خمسة مقابل واحد لصالح المنتخب الوطني الجزائري بالمغرب المنتخب الوطني الجزائري فاز في مباراة العودة بثلاثة مقابل سفر مقابل مقابل مقابل